نتيجة للكمبليكيشنز الخطيرة اللي احنا اتكلمنا عليها فيبقى احنا محتاجين ندور على بدائل بحيس ان احنا نتقلل لنا الكمبليكيشنز الهازاردس الادفيرس افكتس عندي بديل حلوة قوي اسمه اوتوليجاس ترانسفيوشن اوتوليجاس يعني معناه ان المريض ينقل لنفسه الدم ياخد الدم بتاعه يتبرع به ويتحط في التلاجة بتاعت البنك الدم في المستشفى ويتنقل المريض ساعة عملية بتاعته اللي هتتعمل بكرة او بعده يعني يوم يومين يبقى هو كده يستفيد من دمه نتفادى مشاكل بتاعت الانفكشن بتاعت الالرجي بتاعت الانتجين انتيبودي الانكومباتابيليتيز الحقيق دي كلها ليه لان هو ده الدم بتاعه يبقى اوتوليجاس ايه ترانسفيوشن بتاعته بتاعته دم بتاعه طب امتى ما ينفعش بقى لو كان الشخص ده اصلا اناميك يعني اللي انجلون بتاعه قال من 11.5 جرام ما ينفعش طب هل في بدائل اخرى اه في بدائل اخرى بنون عليها بلاد سبستيوت اولترنتف تو بلاد ترانسفيوشن بدائل البلاد ترانسفيوشن يعني انا بفهم من فكرة بتاع كل كمبونت من مكونات الايه قدام وقدر استعين عنه يعني استبدله بمكون اخر يملل ايه فولفيل الفانكشن لانا ايه بداية طب انا مسلا ايه يعني من ضمن الحاجات اللي انا عايز اتكلم عليها شوفوا معي الاربسيز وايه اللي هي البلازما طب ممكن ادي فلويتس صح? احاول يعني اعدي ان انا بدان بدان انا ما ادي بلازما ادي ايه فلويتس طيب بنسبة للاربسيز انا فهمت تاعت الاربسيز انها اكسجين كاريينج اكسجين كاريينج طب ايه في ايه المانع ان انا اعمل اصنع مواد المواد دي تشلي الاكسجين وتنقل الهايه لسه يبقى انا كده ايه قدت الغرض مواد صناعية ارتفيشيال اولترنتيف قدت الغرض وبالتالي انا عكده عملت ايه افوايد زا ريسك اوف ديسيز ترانسميشن اوف امفكشن الاميون انتجين انتيبودي الحاجات اللي احنا كنا قلنا عليها نتيجة ايه اللي هو ريبيت بلات ترانسفيوشن اللي هونتفاكرين زي زي المسترولزز اسو زي خطير شكرا